وزارة البيئة تبدأ بصرف مكافأة المناخ من يوم الثاني من سبتمبر يعني بالأمس في النمسة بطريقتين فقط يعني بنشوف وأعتقد كتير كمان شافوا إزاي وصلت لهم مكافأة المناخ إما عن طريق الحسابات المصرفية عن طريق الكونتو أو الانلاين بانكينج والطريقة الأخرى عن طريق البريد نعم نعم يعني طبعا يعني هاي مكافأة المناخ اللي بدأت في 2022 إلى 2023 وهاي هلا سنة الـ24 تصرف حتى هذا العام فبصراحة يعني أكثر من 90% من المستحقين رح يحصلوا عليها مباشرة من خلال الفيناتس كونتو الفيناتس أمت بالضبط الحساب الخاص بمكتب الضرائب اللي عنده عمل اللي عنده أي شيء اللي عنده تسجيل بالفيناتس أمت فعليا هن بشكله 90% من المستحقين رح يحصلوا فيها فورا بحساباته والمبالغ مثل ما مذكور بالخبر طبعا حسب ما ذكرت وزارة البيئة والمناخ 145 يورو 195 245 حتى 290 يورو طبعا هذا الكلام وهذا المبلغ كيف يقسمه على أي أساس يقسم هذا يقسم يا سيدة بناء على مكان سكنك وقديش فيه مواصلات عامة بتخدم أو موجودة بالمنطقة اللي أنت سكن فيها فكل مكان ما كان فيها كل ما كان فيه مواصلات عامة فيما بتحصل على مبلغ أكبر فهو يبدأ 145 وينتهي تقريبا بمبلغ الضعف اللي هو 290 بفيينة تقريبا المبلغ بشكل عام يتراوح ما بين 145 يورو إلى 195 يورو ليس أكثر من ذلك بحكم أنه فيينة فيها تخديم عالي للمواصلات طبعا الأحياء الداخلية بفيينة الحي الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن تقريبا تاسع يعني حتى وصولا الـ 10 لا تقريبا الـ 13 يعني عندك الـ 15 الـ 16 هدول الأحياء الداخلية فعليا هدول ما رح يحصل على أكثر 145 يورو وكل ما اتجهنا خارج فيينة مثل الحي 22 23 العاشر الـ 11 شو عنا كمان الـ 21 تقريبا بعض المناطق هدول هدول بيزيد عندهم مبلغ الدعم واللي ما عنده مثل ما قلنا فيناتس كونتو رح يجي بريد بيشبه هذا البريد الأزرق مكتوب عليه لاحظيك بالصورة اسمه كريما بونوس يحصل فيه على بطاقات من سوديكس من خلال البريد بروح بيأخذها من خلال البريد أو إذا وصلته على البيت ووقع على استلامة ما لقاها ما لقا ساع البريد يلاقي وراء صفرة بروح على البريد بيستلمة بيقدر من مركز البريد يستبدلها بمصاري فورا أعتقد قيمة كل بطاقة أعتقد 10 يورو صحيح تقريبا أعتقد 10 يورو قيمتها بيقدر يستبدلها فورا بمبلغ كاش وهيك الفكرة ترجمة نانسي قنقر